هنروح لكرة اليد طبعا كرة اليد ماذا للأداء مش على قد المستوى اللي الجمهور النادي الأهل يعني مستني ولكن في خطوات إصلاحية بيقوم بيها النادي الأهل يومين نول ولكن خلينا نروح قبل من روح للخطوات هنروح للقراء قراءة كرة اليد كأس مصر كرة اليد تم إجراءها والحمد لله قراءتنا بدايتها بداية سهلة الحمد لله في دور الـ 23 هنقابل شامبيون الرحاب وده على فكرة نادي اللي ناشئين والإقطاع والكبير في الناشئين والدرجة الأولى والمطش ده هيكون يوم 30 أكتوبر بإذن الله اللي احنا فيه حامل لقب البطولة دي نادي سبورتينج السنة اللي فاتت واللي فاز باللقب بعد فوز على نادي الزمالك 33-30 في المطش اللي كانت لعبة على صالة المؤونين العرب ده السنة اللي فاتت النادي الأهل إن شاء الله يعني مطالب من اللاعبين بس لمجهود أكتر الفترة اللي جاية مطلوب استعادة الثقة مطلوب نعرف لأداءنا بيتهز بشكل كبير أمام المنافس ولكن كلام ده محتاج تحليل من أساتذاتنا طبعا وعلماء نفس الرياضي مش عيب مش عيب خالص إنت أنا بقولك أنا ضربت مثلا قبل كده الحلقة اللي فاتت أنا كنت لعيب باسكت في منتخب مصر لمدة 19 سنة سواء شباب وناشئين أو شباب أو فريق أول وكنا بنزل قدام أنجولا عندنا أزمة بصراحة كانت أنجولا تخسر من كل الدنيا وتيك قدام مصر تكسبنا فمش عيب إن احنا نعرف المشكلة فين أو يبقى محتاجة بعد التجاوز النفسي للأمور دي ولكن ده مش صعب إحنا في رقيتنا بالورقة والقلم والله مش بقولي الكلام ده عشان أنا بقوله في قناة الله دي الأهل مستعد أوريكم رسائل وجات لنا وجات لفريق الإعداد ومن يعني مشجعين ومتابعين ونقاط راديين زم الكوية وبالورقة والألم النادي الزمالك يعني نادي الأهلي هو المنافس نادي الأهلي هو نادي الزمالك نادي الأهلي الحقيقة فنيا أكثر بكثير من الفرق المنافسة أنا مش أجيب سيرة حد ولا أول حاجة ولكن إحنا الأفضل الحمد لله رب العالمين ولكن ينقصنا التركيز عندما يكون طرف اللقاء أحد المنافسين لازم نكون مركزين أكثر ولازم نكون يعني عندنا الدافع والولينج والروح اللي بنتمتع بها في المباراة الأخرى كل التوفيق لفريق الأول لكرة الهد في أولى مبارياته في كأس مصر بإذن الله يوم 30 أكتوبر أمام شامبون الرحاب هنروح للخبر اللي بعد كده ويخص الفريق الأول أيضا وبعض الخطوات الإصلاحية التي يراها النادي الأهلي مناسبة للتوقيت ده طبعا النادي الأهلي بيوجه الشكر لمستر دانيال جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة الهد الفترة اللي فاتت يمكن من نهاية الموسم والإعداد والبطولتين اللي فاتوا السوبر المصري وبطولة أفريقيا الأبطال وجهه له الشكر وأيضا وجه الشكر لمستر جارسيا مدير قطاع الناشئين وهنا بقى تيجي نقطة مهمة عايزة أقولها طبعا توجيه الشكر وأن كابتخاد العودي قال النادي الأهلي أنا هتتعاقد مع جوردو وجارسيا بالتراضي مع توجيه الشكر ليهم لكل اللي قدموه في الفترة اللي فاتت والنادي كان حريص على تسليمهم درع وعلم النادي تأديرا للجهد اللي بذلوه مع الفريق في الفترة اللي فاتت ده على لسان كابتخاد العودي مدير نشاط الرياضي وقال طبعا كابتخالد أن جوردو شخصية محترمة جدا وكان نموذج للإخلاص وأنه عمل مجهود كبير جدا في الفترة الأخيرة ونفس الكلام ينطبق على جارسيا واللي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الناشئين في الفترة اللي مكث فيها يعني في النادي الأهلي وتمنى ليهم التوفيق في خطوتهم اللي جاية ده طبعا كان كلام كابتخاد العودي هنا أتوقف عند نقطة من النقاط المهمة والحقيقة اللي يتميز بها النادي الأهلي عندما ينهي النادي الأهلي طبعا ده البيان النادي الأهلي وهنا ده تسليم طبعا الدرع والعلم لمستر دانيال هنا بقى خلي بالكوا الصورة دي أنا ممكن أشيل البيان وحط بيان مكانه ده التعاقد مع مستر دانيال هتلاقي نفس البدايات هي النهايات في النادي الأهلي البدايات هي النهايات لما مستر دانيال جي كان نفس الترحاب عندما شاف النادي الأهلي ورطأ أنه من مصلحة العامة تغيير الجهاز الفني كتدي العلاقة وانهاء العلاقة بالتراضي ودي على فكرة يعني سمعة النادي الأهلي والنادي الأهلي بيحرص على سمعته لأن سمعة النادي الأهلي كتدهب ولازم النادي الأعلي على مدار التاريخ لازم اللقطة دي تشوفوها النهايات كالبدايات